بارح رجل محترم محلل محترم اللعب المحترم لعب الإنجليزي الكبير كنت بحبه جدا بصراحة وبيلعب عشان كان في جيل زهب المانشستان الونايتد بتكلم على جاري نيفل جاري نيفل لعب كبير واحد من أفضل زهراء الجنب اللي جون في التاريخ كان زائر أيمن محلل جيد جاري نيفل يعني اسمي كبير من المحللين اللي في العالم دلوقتي وانا بحبك انا بحب جاري نيفل واعرف الناس كتير بتحبوا بس هتجي على محمد صلاح هتزعل ونزعل كلنا الرجل مبارح محمد صلاح مدافع تشيلسي مرمط محمد صلاح شد وزق وعرقلة بس فيه رقطة ما انا مش هقدة اجيب لك الفيديو للأسف بس فيه رقطة اللي هو ايه شد محمد صلاح بعد ما شد محمد صلاح راح دخل معه منطقة الجزاء راح اداله بركبه عمالي صلاح يقوم ويقف يقوم ويقع يقوم ويقع هاتوا الصور هاتوا الصور هاتوا يقوموا الواحد بس شايف اللقطة دي اللقطة دي يا باشا جالي نيفل بيقولك عليها ايه بقى بيقولك عليها ده بيمسل ده بيمارس بيغتس بيمارس لطة الغطس بيغتس الراجل مرمض صلاح ضربه بص 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 دي بص دي بص نازل برقبتل اتنين على رجله ويجي عن مجال نيفل يقولك ايه يقولك ما كانش في حتي كيك اصلا وصلاح سقط كده كان بيغتس ويعت بيمسل وما فيهش عالف ايه ما تحسبتش ضرب الجزاء بالمناسبة وما فيهش ايه حاجة يا جدع يا جدع الطاقة اللي اه ده انت لو تشوفوا الفيديو يا جماعة مستحيل اصلا الكرة دي ما ينفعش ما تتحسبش ضرب الجزاء مستحيل ما ينفعش ابدا ما ينفعش تديها مبرر وحتى لو انت يا جالي يا نيفل نجمو منشيط سيونايتد والعداء التاريخي منشيط سيونايتد ليفربول معروف طبعا حتى لو عندك العداء ده قول مثلا والله يعني كان فيه بس ما تستحقش ضرب الجزاء والله يعني ما مش مستهل ايه ضرب الجزاء والله الحاكم خد قرار صحيح وسكت لكن تقول اصل الصلاح بيغتس اصل الصلاح بيمثل بقى انت راجل بتهزر بعدين يعني جالي يا نيفل حلو انا حلو انا فرحان بنفسي انا بتكلم مع جالي نيفل كده وبتخلق معي والله حاجة لزيزة بنفتفت مع بعض انا وانت مش انا وجالي نيفل انا وحضرتك انه جالي نيفل ده الراجل لما ينزل يدرب مع فالنسيا كان هيهبطهم فالنسيا واحد من كبار الفرق في اسبانيا كان هيهبطهم عمال ينزل على الناس في الاستواليات التحليلية واول ما نزل لبس لبس الموديل الفني كان هيهبط فرقه ومن ساعتها ما بيدربش فرق تاني حدش بيجيبه ابعد بقى عن جالي نيفل هو شاطر في الكلام بس في الفعل مفيش على الله بيض خالص يعني طيب